تسع مدارس تعليمية صنعت منا شخصيات مبادرة لنكون اليوم بمؤتمرنا الصحفي الأول لنطلق مبادرة أطفال الأمل علمني اليوم لساعدك بكرة صرخ أطلقها أطفال الأمل السوريون لمنع حوالى ثلاثة ألاف طفل سوري من حقهم في التعلم وإيقاف مدارسهم عن التدريس داخل مخيمات لبنان فكانوا أبطال مؤتمر صحفي خاص أقيم بمركز المرج التعليمي في البقع كل واحد طالع من مدرسة ومن مخيم شكل نحن رسالتنا للعالم هو إنقاذ ثلاثة ألاف طفل اللي هن مهددين أن يخسروا التعليمون بعدها رح يكون في عنا تسليط الضوء على 250 ألف طفل اللي هن أبدا محرومين من التعليم يعني ما عندهم تعليم أبدا ما فاتوا على المدارس فهي رسالتنا وصوتنا كمان نتمنى كتير كتير أن نساعدهم ونخليهم يحصلوا على حقهم طبيعي وبالنسبة للمهددين نساعدهم لأنه يمكن اليوم عم يتعلموا بكرة ما يتعلموا يفقدوا هذا الحق اللي متوفر إلهم هلأ أخيرا أنا بقول لجميع المهددين أو المحرومين نحن بإذن الله رح نساعدهم ورح نكون قد المسئولية الأطفال حاولوا توجيه الأنظار إلى قضية نقص التمويل الدولي لقطاع التعليم وتهديده بحرمان آلاف الأطفال السوريين من أحد أهم حقوقهم هذا ما جاء على لسان مدير منظمة مابس الدكتور فادي الحلبي بموضوع العودة لسوريا التي أطلقت في عدة مبادرات كثير تأثر موضوع الدعم لمشاريع لخدمات اللاجئين بشكل عام لكن نحن اللي حابينه أنه نحكي فيه التعليم لا ينتظر ويجب فصله عن أي ملف سياسي مفروض موضوع عودة اللاجئين هو موضوع نحن كلنا نتمنى لكن فيه له ظروفه وفيه له شروطه يلي يفترض تكون تحفظ كرامة السوري وينما كان فطالما إلى الآن الظروف لم تتسنى لكثير من اللاجئين العودة وهنا للأغلبية العزمة الآن فينا نقول ما يزال حقهم مثل ما ذكرتي الحق البسيط هو أنه يحصلوا على فرصتهم بالتعليم في ختام هذا المؤتمر الفريد من نوعه أكد أطفال الأمل التزامهم بالمساهمة في صناعة جيل متعلم إما بشكل جماعي عبر اعتماد كارفانات مابس المتنقلة لتقديم تعليم نوعي للطلاب أو بشكل فردي عبر تعليمهم في خيامهم واعدين الجميع بخطوات لاحقة مهما تبدلت الأحداث والتواريخ يبقى العلم أساس تطوير المجتمعات هذا ما يؤكدها أطفال الأمل بإصرارهم على طلب التعليم وتأمين مستقبلهم أينما حلوا واستقروا إلينا بنعم ممرات أورينت نيوز البقع